التقى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين عددا من ممثلي شركات يابانية أثناء وجوده بالعاصمة اليابانية توكيو خلال يومه الثاني في إطار جولته الترويجية لطرق أبواب الاستثمار واستقطاب الشركات اليابانية للعمل داخل نطاق المنطقة الاقتصادية شهدت الزيارة نشاطا مكثفا ولقاءات مع مجتمع الأعمال الياباني حيث ناقش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع رئيس الشركة كاوازاكي للصناعات الثقيلة الإمكانيات المتاحة للاستثمار في المحاور الأساسية لنشاط الشركة وتم تركيزه على أنشطة الهايدروجين الأخضر وإنتاجه من المنطقة وتصديره إلى الخارج كما اجتمع رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع ممثلي شركة توريشيما اليابانية المتخصصة في صناعة وتوريد وصيانة مدخات المياه الضخمة لازمة لبعض الأغراض الصناعية والأغراض المدنية خاصة في محطات معالجة الصرف الصحي ومحطات تقنية تنقية وتحلية المياه